أرى أنك حبيبي مستعد أنت مستعد لأن ترمي نفسك بين أحضان هذا الحبيب كل ما تحتاجه عزيزي هو كلمة وهذا الكار تقول نعم ستكون هناك بداية لكن بعد مرحلة طويلة يعني هذا بطيء نعم هذا بطيء رغم هذا الحب ربما نحن نتكلم عن ذوء من روح ذوء من شعلة لذلك هناك أسرار هناك هذا حب في السر حب ربما صامت حب في السر لأنه ربما هو متزوج أو أنت متزوج أو بجوج بكم متزوج يعني هذه العوائق التي في علاقة وحب توأم الروح وتوأم الشعلة سلام يمشل توأم الروح وتوأم الشعلة يعني لا تعقد الأمور لا توأم الشعلة هكذا لا توأم الروح يا عباد الله أتوا أمشوا علي هناك ناس تريد أن تكتب كتب وتبيع كتب يعني يعقدون المسائل لا هذا هكذا حب واحد one love one life ليس هناك أكثر الأرواح المتشابهة نعم موجودة والحب الحقيقي الحب السماوي ليس الحب فالأرواح المتشابهة كذلك حب حقيقي لكن الرابط السماوي القوي هذه المعاناة الكبيرة هذا الحب الذي لا ينتهي هذا الحب الذي يبقى طوال الحياة وهذه القوة وهذه الجاذبية وهذا الإنجلب والرغبة في أن أكون معك أو أن أموت هذا توأم روح توأم الشعلة روح واحدة في جسدين نعم كنت ما قبل الحياة قبل الخلق الكون هذا يعني ما تعقدش الأمر يكون شيء ببساطة يعني يكونوا حكماء يكونوا أذكياء صفي هذا من جهة هذا حب في السير شغف عينيه ولهفي ويمر قرب بيتك أو يبحث عنك في الأماكن اللي أنت فيها نعم فقط ليراك ويرتاح يعني هذا الحب يعني هذا الحب الأصافي النقي القوي يعني قوة العاصير نعم وهذا الحب راسخ في أعماق القلب والروح وأنا أتكلم عنك وعنه نعم يعني أنا أقول أن هذا نفس رغم أن هذه الطاقة أو يعني الأشياء لا تتغير يعني بطيئة بطيئة لكن تصير القارت يعني ثلاثة أن الحكم السماوي سيقوم بعمله هذا الإنسان لك وأنت له يعني العوائق ليس لها وزن مهما كبرها مهما اختلافات الموجودة كانت دينية كانت ثقافية كانت عرقية كانت طائفية كانت اختلافات في السن لا يهم حبيبي توأم الروح لا تخاف توأم الروح لا مفر منه سيأتي ستأتي ستذهب سيأتي وستذهب يعني سيجمعكما القدر وهذا التوازن يعني التوازن السماوي نعم أنتم خلقتم ما دمته يعني تلاقيته في الحياة فالمصير هو أن تجتمعه لا ندري متى لأن هكذا يعني توأم الشعلة هي يعني علاقة مش علاقة هي حب صعب جدا لأنه لماذا لأنه يجب أن أن نتعلم أن ننضش أن نكبر أن نتعلم لكن هذا التعليم لنصيره أفضل ناس أفضل ناس أطيب ناس عفوا ناس أطيب هذه هي يعني هذا هو يعني تمرين واختبار توأم الروح توأم الشعلة نعم التي نشوفوا الحبيب شوفوا الحبيب شوفوا كيف هو هو عب يعني هو وراء عب هذا الإنسان يعني يحمي العب هو مسجون مسجون هذا الحبيب ربما هو مع شخص آخر شوف الأسرار من جديد شفتوا سبحان الله يعني تتكرر تتكرر أحيانا أخاف الحزن الكبير الحزن الكبير السر الحزن هذه هي أطاقة الحبيب رسالة هذه هذا الكارت يعني ماذا تقول يعني من شدة هذا الحزن الحبيب سيتكلم أخيرا يعني شوفوا لكن باللتغاد نشرح لكم يعني هذه المرحلة بطيئة هذه الحكاية هذا الحب بدأ ربما منذ سنتين ثلاثة أو أكثر يعني ماشي جديد بل قديم هو قديم هذا الحب قديم مش قديم يعني قديم بزف لكن ليس شيء جديد يعني هذا الحب يعني لم يموت رغم مرور السنين لم يموت وماذا يقول وهي علاقة بطيئة لأنه ربما تزوج أو أنت متزوج وهنا يعني مستحل حب المستحل لكن في يوم لن تتوقع هذا الحبيب سيتصرف بسرعة لماذا شوفوا الألوان يعني هذا الجنازة يعني هو بحل لو أنه ميت حل لميت وخا يعني كيعاني وحي المعاناة كبيرة بزف يعني سيتصرف سيتحرك لأن هذا الألم يصعب ليس فقط الألم خليونا لأنه لتي ليس فقط الألم أنا أرى هنا عذب فيما يخص هذا الحبيب هو يتعذب أكثر منك أكثر مما تتصوره أنت فأحيانا تشوفوا توقم الروح توقم الشعلة لكن يعني كل واحد يعني ليسوا معا لكن شوفوا اليدين يعني يعني يشد يدك وتشد يده يتشد يده لكن رغم العوائق لكن هناك ماذا أنتما يعني بين شجرة يعني بناتكم شجرة ماذا يعني هذا؟ أن ما بينكما هو الجمال والشمس والقمر الليل والنهار نعم يعني التوازن الحياة وبعدها يعني حتى في الليل شوفوا الجمال الجمال البيزاج يعني هذا الصورة حتى في الليل حتى الليل بدونه جميلة لماذا؟ لأنك تعرف أنه حبيب الروح حتى التفكير فيه يكفي لتكون سعيدا جميل لأنك تعرف يعني تصله طاقتك وتعرف أنكم مربوطين بخيط غير مرئي لماذا؟ لأنكم توأم الروح وتوأم الشعر الله على قراءة الله الله على قراءة هذا الصورة الخير في حياتنا من وجد توأم روحه وتوأم الشعلة وهو حب صعب ومستحيل وهناك عوائق واختلافات يعني هناك قنود اجتماعية ثقافية والناس والحساد يتدخلون يعني يتكلمون لأنه ربما اختلافات كما قلت ثقافية أو في العمر كذلك والناس لسوء الحد يتدخلون هذه الطاقة السلبية لننسى الطاقة السلبية لنسامحها ونكون روحانيين يعني لنمارس الخير الخير الكرم هكذا هذه هي الطريقة لنصل لروحنا لتوأم روحنا هذه هي الطريقة يعني أن نضج الروحي وأن نحب الكل نحب الكل ونسامح ونسامح هذا هو النضج الروحي وهذا ما سيجعلنا نلتقي بهذا الحبيب لا تخلوني لأنه عجبتني القراءة الجميلة بالزاف يعني عندما تقول قراءة توأم الروح كان فرح بزاف كان الله شوفه وشوفه فوفوية يعني فوفوية الله أنا لا أصدق فوفوية فين هي يا فليتي يا رب مهم هذا توأم الروح لا أريده لأنه معرياني هكذا توأم الروح هذا ترد توأم الروح وتوأم الشعلة وهذا الرحمة السماوية العطف السماوي والنضج الروحاني وقوس قزح في حياتك والفرحة والبهجة والسلام فالحبيب شوفوه هذا سيتكلم وماذا سيحدث الله غادي يجمعكم لودستان غادي يجمعكم أخيرا يعني هذا أقوى ما رأيته يعني أنا فرح أنا بغيت نمكي يعني أول مرة تخرج لي يعني توأم الروح من فصلين لكن بعد هذا النمو والنضج الروحاني توأم الروح يعني يجمعهما القدر لا على قراءة شحال زوينة أنا أعتقد لا تحتاجون أكثر حبيبي أو حبيبتي توأم الروح يعني صدق الله شحال زوينة يعني صافي اه ارتحيت صافي ارتحيت لا تحتاجون حتى للرسائل كانت قراءة قوية جدا قوية وجميلة سماوية روحانية جميلة بزاف عجبتني بزاف كان فرح بزاف عندما يعني تتكلم القارد بهذا الوضوح لماذا؟ لأنه حب حقيقي يعني حب توأم الروح حب بيوخ حب صافي يعني مفيش لعب مفيش لعب مفيش كذب رغم أن أحيانا الإنسان يلبس قناع لكن هذا فقط بسبب العوائق الاجتماعي والثقافي والخوف من الهضرة يعني كنخاف من الهضرة ماذا سيقولون ماذا سيفكرون يعني وأحيانا يلبس القناع توأم الروح سواء أنت أو هو يلبس قناع لكي يحمي نفسه من هذا المجتمع القاسي الذي لا يفهم هذه الأشياء الروحانية لن يفهمها أبدا حتى يمضجوا روحانيا مثلكم الله أنا وجود يعني الوجود الإيمان والنية النواية الحسنة يعني النواية الحسنة يعني ما قلته سبقا النواية حسنة سواء في الحب أو في حياتكم الإيمان القوي وأنت موجود ربما الله يتكلم أنا موجود أو أنت يعني أنت موجود وتوأمر الوجود يعني تتكلم عن الوجود الروحي لأن الوجود الجسدي نحن نراه لكن أحيانا ننسى أن هذا الروح الجميل وهذه الروح الجميلة عندما نخرجها منها ماش نخرجها يعني نتركها ترى الضوء نتركها يعني فيصبح هذا الجسد الذي توجد في هذه الروح أجمل طاهر جميلة بثاف فاسيون الشغف أن تسامح وتتعلم في الحياة وأن أن تتعلم تقول هذا الكارت أن تفتح يعني قلبك لهذا الحبيب نعم وأن أن تحاول أن تعرف هذا الحبيب كما قلت يعني سبحاء الله العظيم قد تكون يعني أنتم الاختلافات ديالكم هذا توأم الروح وتوأم الشعلة عرقية دينية ثقافية نعم وهناك اختلافات لكن توأم الروح متشابهة يعني المشاعر هي نفسها رغم الاختلافات الدينية والثقافية وفي اللهجة وفي اللغة تقول يعني تعرف فأنتم يعني تعرف الروح تعرف الروح لكن الإنسان بما أنكم مختلفين ومن بلدان مختلفة ومن ثقافة وكما قلت وطوائف ودين مختلف تعلم كيف تتعرف على هذا الحبيب نعم لكي تعرف هذا الحبيب ولكي نقوي هذا الرابط يعني تكلم عن توأم الروح هذا الرابط الذي يجمعكما وهذا يعني أن تسامح وتتعلم من الحياة نعم تسامح الناس من أساء إليك وتتحرر من يعني كل ما أساء إليك وأنك ستعيش أفضل إذا تحررت من الماضي ومن الأشياء السلبية ستعيش الحياة أفضل عفوا مش الحياة الحب يعني ستستمتع بهذا الحب وهذا يعني كرت هذه الجاذبية الموجودة أترك القلب والروح يعني القلب والروح يعني توأم الروح يغنيان تقول لك هذا القرد أترك القلب والروح يغنيان نعم يعني علاقة توأم الروح عندما يكون هناك القلب والروح فهي جاذبية سماوية روحانية ليست فقط جسدية كانت قراءة جميلة أتركوا في القناة شكرا